اهلا بكم في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية تحويل نصوص البي دي اف اللي مقفولة وطبعا خصوصا اللغة العربية طبعا راح نحولها الى برنامج هورد بسهولة طبعا عدنا هذا كتاب بي دي اف باللغة العربية اذا اجينا اخذنا كوبي لهذا النص وطبعا راحنا الى برنامج هورد وطبعا كونترول في راح نشاهد انه النص يكون مشفر وغير قابل للنسخ طيب لو اجينا الى الصفحة الرئيسية خيارات اللصق واختارينا هذا الخيار اللي هو في الغالب طبعا يتقبل اللغة العربية ولكن حتى بهذا الخيار ما يقبل عدنا اللصق وطبعا عدنا الناس مشفر ولا يمكن الاستفادة من عنده طبعا هذا الشي بسبب الترميز ترميز اللغة العربية في بعض الخطوط وبعض الفونتات وخصوصا الكتب القديمة تكون مقفولة ولا تقبل اللصق او التحويل من ال بي دي اف الى برنامج هورد طيب شنو الحل اكو هواي طرق اسهل هذه الطرق هي الطريقة اللي راح نتعلمها حاليا تابعونا اهلا بكم من جديد طبعا عدنا هذا الكتاب هو الكتاب اللي طبعا مقفول وما ممكن انه ننسخ من عنده لبرنامج هورد الطريقة حتى ننسخ من عنده النص بسهولة نضغط عليه كليك ايمن ونختار اوبن ويذ ومن ثم نختار جوجل كروم طبعا لابد انه بنصب جوجل كروم بالحاسوب وطبعا بكل الحاسوبات بنصب هذا البرنامج او المتصفح راح ينفتح عدنا الكتاب بمتصفح كوغل كروم نضغط اكليك ايمن ونختار ابحث في الصور عبر جوجل طبعا راح تتحول الشاشة الى لون معتم راح يطلب من عدنا انه انحدد النص بي الماوس طبعا راح اجي احدد بي الماوس مثلا راح احدد هذا النص كله او هذه الصفحة كلها وطبعا ممكن انه الصفحة كلها نظهرها مثلا عدنا هذه الصفحة كلها انظهرت ونضغط اكليك ايمن من جديد ابحث ومن ثم طبعا نجي نرسم بهذه الطريقة راح يتحول عندنا الشريط اليساري بهذه الطريقة نضغط على نص نغير من بحث الى نص وطبعا نجي نحدد كل النص بسهولة نضغط اكليك ايمن نسخ نجي الى برنامج هورد نروح على خيارات اللصق ونضغط على هذا الخيار اللي هو حرف الاي مثل ما نلاحظ طبعا النص ايجانا بشكل ممتاز جدا نقدر طبعا نكبره ونتحكم به بسهولة نقدر طبعا انضبطه وهكذا مثل ما نلاحظ نص رائع جدا ونقدر نتحكم بكل تفاصيله طبعا هذه هي اسهل الطرق اللي ناخذ من عندها نصوص من ملف بي دي اف وننقلها الى برنامج هورد طبعا اذا شفت هذه المحاضرة مهمة واستفادت من عندها اتمنى انه تدعمنا من خلال الاشتراك بالقناة وطبعا التعليق والاعجاب بهذا الفيديو وطبعا لا تنسون قناتنا تليجرام بوصف هذا الفيديو بامكانكم تشتركون بيها حتى توصلكم كل الفيديوهات والمعلومات القادمة اشتركوا في القناة